السلام عليكم أصدقائي أنا سيزار برحب فيكم في قناتي سيزار فيوز أهلا وسهلا بالجميع والله يصبر أهلنا في فلسطين عشر أشهر إخوان الحمد لله على كل شيء إن شاء الله أنه ربنا معنا النصر لنا لا تنسوا الدعاء لا تنسوا تدعموهم تحكوا عنهم تفكروا فيهم الله المستعى إذا عندك سؤال اكتب لي في التعليقات لو سمحت ولا تنسى تابعني على إنستغرام هل معالجات إكزونس سيئة أو ضعيفة أو تحمى أو يمكن الاعتماد عليها بالألعاب تجربتي مع إكزونس القديمة السابقة ممكن أحكي الأشياء هاي الأربعة إنه موجودة إنها بتحمى نوعا ما ضعيفة تنفع للأعاب ومرة لا لكن حاليا الأشياء بتتغير من إكزونس 22-02 وإحنا رحينا إلى إكزونس 24-02 هذا المعالج بالذات أعتقد حنشوف تغيير من سامسونج أعتقد رح نشوف أداء عالي تحكم أكبر بالحرارة وصرف طاقة أقل فأنا متحمس للتطور لأنه إذا سامسونج طورت المعالجات المنافسة بتعلى ما بين سامسونج وما بين ميدياتك وما بين كواليكم أو سناب دراجون هاي المنافسة إحنا بنستفيد منها فأنا مع موضوع المنافسة ومع إنه يتحدوا الشركات بعض لحتى نأخذ بالآخر منتج يكون قوي جدا إيش أفضل هاتف ممكن أشتري بسعر 300 دولار؟ وعلى الأقل يعطيني أفضل تجربة سوفتوير إذا كان تركيزك السوفتوير خياراتك هتكون محدودة بسعر 300 دولار بأسواقنا الحالية صعب تلاقي إشي زي ما بدك ياب بالضبط كل جهاز إلا تلاقي فيه عيوب أو أشياء يعني ما بتعطيه التجربة الكاملة وما في أصل التجربة الكاملة حتى لما تروع على فلاكشيب عشان يا أصدقائي بـ 300 دولار ممكن حسب بلدك تشتري جهاز يكون مناسب إليك لازم تدور على الإشي اللي فعلا بناسبك خلينا أحكي لكم عن مثلا هواتف الناثينج هواتف الناثينج بعطوك تجربة سوفتوير ممتازة جدا وفي خيارات عندهم صارت 300 دولار أنا بحكي عن الناثينج 2A هواتف جوجل بيكسل صراحة السوفتوير خرافي ولكن بطلوا يعطونا هواتف رخيصة يعني بصرنا نشوف حتى الفئة الأي بسعر 500 دولار هذا بر بلدك لما توصل لبردك بدأت زيدي شوي فبشوف الناثينج هو البديل المناسب حاليا أو موتورولا حيقولي لبعض مقاطعة صعب نقاطع كل أجهزة التقنية لأنه ما عنا بديل إنت مثلا أعطيك مثال إنت لما تقاطع القهوة الفلانية عندك القهوة الفلانية الثانية اللي هي بديل وردنيا أو عربي لما بدك تقاطع سامسونج ولا تقاطع موتورولا شو بديلك بالضبط؟ أنا ما بعرف أنا ما عنديش يعني حل أو بديل حتى لو كلهم بيدعموا الكيان حاليا ما عندي البديل أتمنى يكون عنها بديل عندي هاتفين من فئة سعرية تقريبا متقاربة اللي هو البوكو F6 والكامون 30 بريمير وأنا حاليا يعني بستخدم هذا الجهاز الكامون وفي فيديو قادم عنه وريل عن أهم المواصفات شوفوا البوكو أعتقد أنه في موضوع الأداء حيكون أفضل نوعا ما لكن في كل إشي آخر تخيلوا الكامون حيكون أفضل كاميرات الكامون أعجبوني جدا بالذات التصوير الفوتوغرافي مش الفيديو الفوتوغرافي أعطوني تجربة عن جد حلوة تصميم الكامون أفضل شاشة الكامون أعتقد أنها نوعا ما يعني بأنها LTPO أعتقد أنها عندها أفضلية بهاي النقطة بالذات أنها LTPO موضوع البطارية يعني يشوفوا بوكو لم تكن أفضل أداء بطارية من أخذه بالعادة صح؟ والشحن السريع ممكن يعني 70 واط هناك أعتقد 68 واط مش بتأكد أو مش بتذكر بالضبط قديش 68 واط عند البوكو ولا 120 بغض النظر كلاهما السريع لكن في التجربة العامة أنا بأعتقد أنه الكامون بالذات موضوع الدزاين والبطارية يتفوق بدي هاتف يعيش معاي 4-5 سنوات عشان تقدر تشتري هاتف زي هيك بدك تحافظ على الهاتف تبعك ممكن تشتري أي هاتف وفعليا تحافظ عليه يعيش معك هاي السنوات طب كيف يعني تحافظ عليه؟ بالعادة الناس اللي بتشتري هاتف بتوقحها كثير وبتشتغل في ظروف عمل صعبة فممكن تتخرمش ممكن تتعرض لحرارة كثير ممكن يجي عليها غبرة كثير هذا كله بأثر في ناس بينزلوا تطبيقات كثير هذا بأثر على أداء المعالج في ناس بتحب تلعب جيمز كثير كله هذا بأثر على أداء المعالج في ناس أنا بعرفهم بهموا بس يفتح فيسبوك واتس أب يحكي تلفون هيك استخدامه للجهاز هذا الجهاز لو كان حقه 100 دولار بيقعد معاك خمس سنوات ولكن إذا بدك حاليا هاتف عن جد يقعد معاك خمس سنوات انتبه لموضوع السوفتوير شوف مين الشركات اللي بيدعموا السوفتوير طويل الأمد ونتوا عارفين مين؟ طبعا الشركات كلهم بتوجهوا أن يكونوا كلهم طويل الأمد ولكن سامسونج و جوجل وأبل هم أطول شركات بيدعموا هواتف شو رأيك بالساعات الذكية؟ أنا مرة حكيت عن رأيي بالساعات الذكية الساعات الذكية بالنسبة لعلى الأقل حاليا هي ديزاين هي إشي حلو فاشنبل يعني موضة حلو مع اللبسة يعني شكله جميل لكن الساعات الذكية عمالهم بتغيروا ويتطوروا وصاروا يدخلوا بحياتنا كثير ممكن من الساعة الذكية طبعا تحكي تلفوناتك ممكن من الساعة الذكية تدور على تلفونك ممكن من الساعة الذكية تستخدم الكاميرا عمالهم بيزيدوا فنكشناليتي على السعادة الذكية أنا بحكي عن هواوي وعن سامسونج وعن جوجل وعن أبل بحيث أنه بتصير الساعة الذكية يعني إشي لا يستغنى عنه فإحنا متوجهين إنه يكون الساعة الذكية مش بس شكل حلو ولأ ومسؤولة عن رياضتك ومسؤولة عن شغلات كثير فهيك توقع إلى المستقبل بعض الناس سألوني شو أشتري أشتري السامسونج الأس 22 ألترا القديم شوي ولا أشتري الأس 23 أف إيل وطلع جديد الخيار هون واضح بلاكتروه على الأس 22 ألترا أكيد لأنه عنده أداء أفضل ممكن نفس المعالج هم لكن أداءه أفضل عنده شاشة أفضل عنده أكيد كاميرات أفضل وعنده قلم أعتقد بضع الموضوع البطارية الأس 22 ألترا مش أفضل بطارية نعم لكني بختره إيش فيه هاتف يرجع الشغف تبع التصاميم للهواتف القديمة زمامت تذكروا لما كان ينزل هاتف جديد يكون التصميم طبعا هو التركيز عليه فعليا كانت شركات تنافس بالتصميم تعطينا تصميم خرافي اليوم الكل بيقلت بعض فما فيه هالتصميم اللي يأسرك لكن ذلك لا يمنع أنه فيه أشياء حلوة فعليا مثلا أنا شايف أنه جوجل بيكسل 9 برو فولد شكله غير شكله جميل متناسق حتى كل هواتف جوجل بيكسل الجديدة اللي هي 9 سيريز الإحساس تبحها جميل بعض الناس بيحكي لي بتشبه الآيفون هلا كل الهواتف بيشبهها بعض بس بحس أن فيه لمسة عند هواتف جوجل متميزة أنا حبيت شكل الديزان الجديد فممكن هذا الإشي لما تشوفه على أرض الواقع يجدي بالانتباه تبعك يعني حنظر نحن نعمل هواتف ذكية ونعمل مراجعة لهواتف ذكية ونشتر هواتف ذكية شو المستقبل هل حتتغير هاي الهاتف الذكية حتظلها هيك هواتف ذكية زي ما احنا عارفينها أنا أعتقد أنه التوجه حيكون للفولدبلز أكثر لكن ذلك لا يعني أنه ممكن نخسر الشكل العادي للهاتف ممكن يظلوا موجودين بس الشركات بتعمل بوش لهذا الموضوع يمكن يغيروا رأيهم ما بعرف لكن حاليا التوجه للمستقبل أنه الهواتف تكون قابلة للطي إما فولد وإما فليب وفيه كمان خيار ثالث يكون فولد بس على ثلاث حالات زي فيه تسريب عن هاتف لهواوي أنه بيطوي ثلاث مرات فلما بتفتحه حرفيا معاك تابلت في إيدك ولما تسكره تليفون ناصح شوي فهذا هو المستقبل طبعا لهواتف هل أشتري هاتف ولا أشتري لابتوب بما أنه صار الهاتف جزء أساسي من حياتنا وبعض الناس الهاتف مش بس جزء أساسي جزء أساسي من شغله بدون هاتفه شغله ما بمشي هل بنزموا لابتوب موضوع يعني بصراحة بحير أنا من الناس اللي بحب يشتغل على لابتوب ليش؟ لأنه شاشته أكبر الوضوح بالنسبة إلي أكبر بالذات لما بشتغل ديزاين لما بشتغل فوتوشوب لما بشتغل إيديتينج أكيد اللابتوب هو أفضل اللابتوب ما رح يروح أي مكان ليش؟ أنا بدأ أقول لك ليش كل مبرمجين العالم حاليا بيمروجوا على التليفون؟ أكيد لا بدهم لابتوب المصممين ممكن أنت كفيديو إيديتر أو بتصور ريلز أو صانع محتوى تشتغل على تليفونك وتعمل هاي الريل لكن لما بدك تعمل إيديت لفيديو كبير وتشوف التفاصيل وتركز بدك تعمل على تليفون أكيد بدك لابتوب فإذا أنت مبرمج إذا أنت مصمم إذا أنت ممنتج أعتقد اللابتوب حيكون الخيار الأول التليفون دائما موجود معك يعني لازم لكن بالنسبة للشغل اللابتوب إشي أساسي سؤال الأصعب حاليا أفضل هاتف متوسط 20-24 من أصعب الأسر بالنسبة لي قد ما أحكي أني بعرف جواب هذا السؤال بلاقي حالي غلطان لأنني لو حكيت لكم والله nothing fun 2A كان سعر رهيب وソفتوار رهيب لا مش هو أفضل هاتف صراحة لو حكيت لكم الكامون حلو بس مش أفضل فيديو مثلا الجالكسي A55 ممتاز مش أفضل أداء البوكو F6 ما عندوش أفضل كاميرات الريلمي 12 برو بلس ولا الريلمي 13 برو بلس صراحة فيه هواتف كثيرة ولا حتى كمان الموتو الموتورولا H50 Fusion خيارات كثيرة جدا ما بطلت أقدر أحدد صار موضوع عليه صعب جدا لذلك يا أخوان أفضل هاتف متوسط اللي مصاريك بتقدر تشتري هيك إذا أنت بتقدر تشتري هذا الهاتف هذا أفضل هاتف ممكن تشتري خلص لأنه بصراحة المنافسة كبيرة ولا خيارات كثيرة جدا حتى يمكن على أقل بكون نسيت أذكر بعض الهواتف حتقول لي ليش ما حكيت هذا الهاتف أو هذا الهاتف لأنه نسيت الهواتف كثيرة جدا وصارت الفئة المتوسطة فئة بصراحة يعني نوعا ما ممتعة بتحسها مرات فلاكشب يعني مثلا هذا الكامون من تيكنو غريب يعني بصراحة الشاشة ممتازة الأداء خرافي البطارية ممتازة الكاميرات بالتصوير الفوتوغرافي أعجبوني جدا وLTPO الشاشة مثلا يعني غريب صح فموضوع الهواتف المتوسطة والفوغ المتوسطة فئات كبيرة جدا يعني عندك Honor 200 Pro Honor 200 ما منقدر نوقف يعني عن جد خيارات كثيرة فيمكن أفضل هاتف هو اللي بيلبي احتياجاتك وسعره بيكون عقد ميزانيتك ما هو الأفضل؟ معالج بأنوية قليلة لكن أداءها أو الكلوك سبيد تبعتها عالي جدا ولا معالج بأنوية كثيرة ولكن الكلوك سبيد واطية أنا أكيد بفضل الأداء العالي هاي الأنوية اللي أداءها عالي من نحكي الكورتكس اكس 3 كورتكس اكس 4 هتأخذ أفضل أداء هتأخذ يعني ما فيش لاق عندك تطبيقات سريعة ألعاب إلعب زي ما بدك شغل كاميرا صور 4K بدون مشاكل أما المعالجات اللي ترددها واطي عندها يعني عندها أنوية كثيرة لكن من الأنوية بسموها اللي مش الأداء العالي وصرفها بيكون أعلى طاقة والأداء ما بيكون مناسب فأنت لما بتأخذ يعني بتدور على معالج أو أنت بالعادة لما بيشتري تليفون بالعادة ما بتدور على معالج عمالك بتدور على تليفون كبكج كامل بدك المعالج كويس بدك رام عالي بدك شاشة كويسة فأنت بتكون تدور على مين التليفون اللي حقق هاي المعادلة إلك بتروح تشتريه فممكن ما يكونش عنده أفضل معالج بس عنده أفضل تجربة لذلك يعني موضوع المعالجات شوي بهمك تعرف الاسم بهم كاش تفاصيل المعالج يعني كم نواة شو التردد مش كتير صار مهم لأنه بهمك تسمع اسم المعالج لأنك بتعرف أنه هذا المعالج أداء عالي أو لا وبس البعض يعتقد أني أنا زلمي open mind open minded أنا عمري ما استخدمت لحالي ولنفسي وبعض الناس بتخاف علي إنه إذا أنا انشهرت يعني بيكتبولي بالتعليقات إنه ما تخلي الشهرة تأثر عليك تنسى دينك وتواضعك وخلاقك فأنا بستغرب من هاي الأشياء ليش اللي بتابعني من تسع سنوات بيعرف إني شخص ما بأس على الشهرة أو ما بحب الشهرة ما بحب الكبر ما بحب الغرور الحمد لله لا أزكي نفسي أنا لكن أنا مش هيك فمهما صار معاي مهما انشهرت إذا انشهرت طبعا أو صار معاي فلوس كتير يا رب يصير معاي فلوس كتير لا أعتقد إنه هذا حيغيرني السبب مش لإني والله ملاك وبغلطش لا لا السبب إني أنا هدفي بالحياة مش الشهرة هدفي بالحياة هدفي الأساسي اللي بتكون مخي وبشغل مخي معايشني بهذه الحياة فيه إشي هدف سامي عبادة رب العالمين عشان أنا بدي أقابل رب العالمين بدي روح على الجنة بدي أقابل رب العالمين اللي هو خلقني ربي اللي خلقني أحبه بدي أقابله هيك بفكر في موضوع بدي روح على الجنة بدي عيش الحياة اللي بدي إياها بالجنة مش هون فعشان أوصل لهناك بدي أحذو بدي يكون عندي قدوة مين قدوتي محمد صلى الله عليه وسلم بدك أحلى من هيك قدوة بدك يعني أعز من هيك قدوة اللي عنده قدوة مغني ولا ممثل ولا انفلونسر اصحى على حالك يعني خلص تشايف الناس دولار محترامي للناس يعني مش لازم يكون قدوة دك انفلونسر ولا مغني ولا ممثل ولا بطل قدوتك الرسول محمد صلى الله عليه وسلم تعلم منه قد ما بتقدر أنا بتعلم أنا عندي أخطاء كثير كثير أخطائي الحمد لله رب أنا من بحاول أزبط حالي فإني أكون منفتح العقل أنا منفتح العقل لكن بما يوافق الدين عدا عن ذلك ما بهمني فأنا مش ضرورة أكون منفتح العقل عشان تحبوني ولا أنه ناس معينين يقول لا والله سيزار إيزي يعني مقدر نتفهم معاه لا لا ما بدي أحد يتفهم معاي أنا بهمني أكون ماشي صح على الدين حتى لو ما أعجبتك مش مهم أنا أبأكد لك ما رح أذيك وما رح أهينك ما رح يعني أقل الاحترام إليك بغض النظر عن مين ما تكون لكن ذلك لن يعني يمنعني أو يجبرني عشان أنت ما تزعل مني أني أغير من ديني أغير من عاداتي اللي هي أهم بالنسبة لي فأنا ماشي بما يناسب ديني بس باقي الأشياء مش مهمة في الحياة صدقا وإذا أنت ماشيت بما يناسب دينك أنا بضمن لك يا صديقي إني أو إنك ما توكل حق حدا ما تظلم حدا ما تقلل الاحترام حدا فهو الطريق الصح أنت أمشي هناك وخلص إذا أنت أرضيت رب العالمين صدقني لا يهمك أي شيء أنا أتمنى أوصل لمرحلة إني أرضي رب العالمين أتمنى أشعر بهاي الراحة النفسية بشوف ناس عايشين هاي الحياة أنا بحاول أتعلم منهم أتمنى أكون هناك أتمنى منكم يا أخوان يكون عندكم هدف أساسي بالحياة إرضاء رب العالمين إذا أكترت تحققوا هذا الهدف ستشعر برضاء بالنفس أنا ما وصلت هناك أنا رايح هناك إن شاء الله تعالوا معاي نروح هناك نرضي رب العالمين تعالوا نلتقي بالجنة ليش نلتقي هنا نلتقي بالجنة يا أخوان اللهم اجعلنا من أهل الجنة اللهم ارحم أهلنا في غزة في السودان في اليمن في سوريا في العراق في كل مكان كل المسلمين والله مهدي كل البشر إلى دين الحق السلام عليكم إذا عندكم سؤال اكتبوا لي في التعليقات وأشوفكم في فيديو قادم إلى اللقاء